من رحبا حضراتكم ولسه البيت الكبير مستمر وفقرتنا الأخيرة متعلقة بالحديث عن أكيد النادي الأهلي وأكيد منتخب مصر والمنتخب الأولومبي هنا في البيت الكبير النهاردة مشرفنا الكابتن الكبير أحمد نخلال زي ما قلت لحضراتكم واحد من نجوم النادي الأهلي اللي ليه صوالات وجوالات مع النادي ويمكن النهاردة أكتر لصوت يعلو فوق صوت المبارتين القادمتين مع كينيا وجزر القمر مشرفنا كابتن أحمد في البيت الكبير أهلا وسهلا بيك يا سماح أهلا وسهلا بيك كابتن هاني كابتن أحمد نوارد خليك يا ربك عمل إيه الحمد لله يا ربك كويس سعيد جدا أنا موجود معكم ويا رب دايما متقلقين يا رب حبيب يا أحمد طبعا نحن بنستعد للمباراتين مؤمنين جدا مبارات كينيا وجزر القمر لكن نرجع ورا شوية ونتكلم على مبارات النادي الأهلي اللي كانت في اعتقادي عنق زجاجة مهم جدا جدا في المشوار الأفريقي حرجع بيك بذكرة لقبل المبارات شوية ونتكلم على المبارات وإيجابيتها شفت المبارات دي إزاي وأهميتها واستعداد النادي الأهلي اللي في الظروف الصعبة والضغطات على خاصة على مسلماني فيه ما قبل المبارات طبعا كنت شايفها إزاي وشفت المبارات نفسها إزاي يا كابتن هاني ومن البداية طبعا أول حاجة مبروك طبعا نادي الأهلي الفوز طبعا نفوز كبير جدا ومش مكسب بس لا ده أداء كويس قوي قوي أداء يشرف نادي الأهلي ويسعد جمهور نادي الأهلي البداية طبعا من الكابتن محمود الخاطيب طبعا من خلال طبعا بنامج البيت الكبير طبعا أنا أشكوره طبعا على الدعم المعناوي الغير عادي للفرقة للعيبة والجهاز الفني لأنهم قبل ما يسفروا السفراء الأخيرة بتاع تفيتا كلاب كان في شوية توطر كده لكن كابتن محمود أصر أن هو يجمع اللعيبة والجهاز الفني والحمد لله رب الاجتماع ده هوت يعني أقول عليه أنه هو رب الأسرة وفعلا والاجتماع ده هوت كان معاه حتى أعتقد أن لاجنة التطور كانت موجودة معاه يتمثل في الكابتن محسن صالح وكابتن زكرا ناصر كان موجودين معاه فاليوم ده كان مهم جدا جدا وطبعا هناك عرف كابتن الخطيب طبعا أن اللعبة كلها كانت موجودة وجهاز الفني الاجتماع ده أصمر يعني أصمر أن اللعبة كان فيه تركيز عالي قوي قبل الصفر كان فيه تحضير كواس جدا جدا من الجهاز الفني المباراة بشكل جيد وده اللي نتج عنه الفوز أنا أقول عليه فوز سهل أنا أقول عليه فوز سهل طبعا فوز سهل لأن المباراة اللي كانت في مصر كابتنية ما كانش فيه توفيق يعني أنا معك كان بتباركوس قوي آه دخل فينا هدفين لكن عدم التوفيق دو شيء مهم جدا في الكرة وحضرك عارف طبعا يعني ما شاء الله كنت نجم كبير وعارف يعني التوفيق مش معاك فأنا بقول الحمد لله رب الحمد لله إن النادي للأهلي توفق بشكل ببيت جدا حتى في التشتيل اللي كان موجود أن أنت كمان يعني في نقول عليها يعني حتى طريقة اللعب وأسلوب اللعب طريقة اللعب أربعة أربعة أثنين طبعا كانت واضحة جدا جدا وكان يزيد أفشا من ناحية اليمين وأجايب يزيد من ناحية الشمال كان عمله زيادة العدلية بشكل كويس قوي قوي التبديلات كمان بتاعة المباراة كانت بشكل إيجابي وانتر بقول للم نزل كان مؤثر صنع هدف لطاهر وطاهر برضو كان بديل ونزل وكان مؤثر وجاب هدف عايزة أقول يعني أن المباراة بالفوز فيه فوز حاجة كتير جدا فوز الثقة فوز إن الكلام الكابت الخطيب قاله للعيبة وكان عارفت جزء كبير من الحوار نادي الأهلي نادي كبير نادي الأهلي تاريخ كبير جمهور نادي الأهلي ما يعني يعني هو آه يعني المباراة كانت 2x2 في مصر لكن التوفيق مش موجود لكن جمهور نادي الأهلي ما بيعني يعني بيرضى بالبطولات بس بيرضى بالأداء الجيد قبل المكسب وحتى مثل المسلماني فيه الحتة دي إن هو بيبني من تحت ويحضر في نصف الملعب وبيني بشكل كويس أو في الجانب الهجومي فهو ده النادي الأهلي وأنا بقول يعني بصراحة يعني كان يعني أثر كبير جدا جدا الكابت الخطيب فرق فرق كبير جدا القعدة دي مع اللعيبة والجهاز إن إحنا شفنا الأداء الممتاز دوت على الروح الغير عادية اللي رجعت الفرقة بشكل كويس أوي وكان كابتن خطيب بمجمل كلامه برضو يا أحمد إنه روحه بشخصية البطل وروح بشخصية النادي الأهلي يعني ده كان مجمل كلام أو ما بين قصين كده إن كان فعلا شخصية النادي الأهلي لو كانت غابت في مباراة سينبا أنا مش هتكلم عن مباراة جيتا كلاب هنا في القاهرة صح كلمنا عليها كتير جدا لكن شخصية النادي الأهلي غابت في مباراة سينبا في تنزانيا لكن كان هو ده الرسالة الواضحة وأعتقد كانت الرسالة واضحة للجهاز الفني واللعيبة وكانوا على مستوى رائع من حيث شخصية النادي الأهلي وشخصية البطل اللي ظهرت من خلال أداء جيد على المستوى الفني على مستوى النتيجة ودي يعني مش هنقول عودة السكر لكن خلاص حطت النادي الأهلي على الطريق الطبيعي مزبوط شاء الله اللي هو تصدر المجموعة